شهدت محافظة بن سويف موسم حصاد محصول البطاطس الحمراء والتي تستخدم في الصناعات الغذائية تحرص الدولة على توفير كل أوجه الرعاية للفلاحين من خلال توفير الأسمدة المدعمة للأرض والتوعية بأفضل طرق الزراعة الحديثة واستبهجة وفرحة كبيرة من المزارعين وأطفالهم لحصاد المحصول خلال تلك الأيام من كل عام شهدت محافظة بن سويف موسم حصاد محصول البطاطس الحمراء والتي تستخدم في الصناعات الغذائية وتشتهر عدد من كرة مركز بيبا جنوب المحافظة بزراعة البطاطس الحمراء وتوجد بها مناطق تجميع وتصويق للبطاطس الدولة حرست على توفير كل أشكال الرعاية للفلاحين من خلال توفير الأسمدة المدعمة للأرض والتوعية بأفضل طرق الزراعة الحديثة لكي يتم جني المحصول دون أي خسائر على الفلاح فرحة من السنة للسنة ونرزق والعمال كلهم بيرزقوا وفرحة زرعة البطاطس حلوة ومش وحشة حصاد محصول البطاطس الحمراء ويكون يوم سعيد لنا والأسرة كلها يوم من السنة للسنة تعتبر عروة البطاطس زي عروة أساسية وعروة سابتة من عام المحاصيل اللي بتدر عائد وربح لدى المزرع المصري أسعار طن البطاطس الحمراء زادت هذا العام عن السنوات الماضية بفضل دعم الدولة وحرصها على توفير كل الدعم للفلاحين طوال العام ولأي محصول يقوم الفلاح بزراعته